بص يا سيد إبراهيم انت عملت شيء واجع دماغنا كلنا وكانت فرصة للي عايز يتلكك من قبله أثناء وبعد المباراة خصوصا بعد الهزيمة من زمالك منشدت مجلة الأهل أنا شخصيا لو سألتني كنت أقول لك ولاش بس دوافع تانية لأن عارف حيشيبه الدنيا كلها يمسيكه في الحتة دي ولأنه برضو بنكتب كأننا حنفوز 100% أنا الحتة دي التبعارف بتخوفني فكنت هقول لك بلاش لكن إنت عندك كوليس والنادي الأهلي بقيمه ومعاييره العالية جدا ما قبلش أن يكتب عنوان زي ده رغم رغم أنا حسيب لك عشر داول لربع ساعة زي ما أنت عايز تتكلم في هذا الأمر لأنه لم يتح لك والفرصة أنك أنت مش تدافع عن نفسك يا جماعة اللي عايز يعرف قيمة الراجل ده كصحفي أهو قادي العدد الشهري شفوه وحكمه مين هو برايب مينيسي ولكن قد زي 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 أي حد يكون عمل حاجة لا يصاب ضفة التوفيق والأحداث سبريزة قوي لكن المزادة اللي تفتح عليها والاستغلال اللي تم إليها والمزايدة اللي تمت وإن كانت بتضيقك بس أسعدتني أعرف ليه لأن كل واحد يقولك هتقولي مثلا ما هو مجلة زمالك كتبت الكلام ده كتير ولم يتوقف أحد يوم هم بس أنت الأهلي طب مش عارف إيه التحكيم بتكلم والناس كلها بتعلق عالتحكيم بس أنت الأهلي بس أنت الأهلي لما تتقال من المقربين ومن المنافسين دي بتحطك في الحتة اللي إحنا حرص البرنامج دي إن نحط النادي الأهلي فيها اللي هي إيه إن معاييرنا عالية قوي محدش يقدر يتعامل بيها غير النادي الأهلي فأنت ممكن واحد يشتم واحد يفضل يشتم فيه يشتم فيه والتاني متماسك لأنه الراجل باشا ما بيردش وبعد ذلك ما يقوله كفاء يا أخينا بقى بقى لش اللي تأدب الله 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 أنت بتقول الراجل كفاء بقى ليش اللي تأدب لا 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 مش مش مستنين منك دي يا باشا لا 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 ليه حطينه في معايير بعيد قوي عن التاني المعايير يا أصدر إبراهيم من خلال الانتقاد المبالغ فيه لعنوانك اللي هو يعني كان له كواليسه أرجو أنك تقولها من غير ما تكون بتدفع عن نفسك أنت ما 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 لكن دي معتراف بأن معايير الأهلي عالية محدش يتعامل بيها غير الأهلي شوف الحقيقة أنا مبارح آه مبارح في العزة بتاع زوجة صديقنا العزيز أيمن الشندويلي عضو الناد الأهلي يعني بنشاطره الأحزام في وفاة زوجته تعرضت لحد السير في التجمع والخمس وها بتعد الشارع ما حول أخوت قال لي بالله فقابلت لو أستاذ طاري علام صديق عزيز قال لي بقولك هو محدش لعب مطش الأهلي وزوجة ده لأنت كل استوديو تحليل ما بيتكلم طاري علام ها على فكرة زم الكام ها قال لي قال لي قال لي ده أنا ما استغرب كل اللي ما استأسمع استوديو تحليل يقول جملة فنية بس ونشدت مجلة الأهلي قال لي محدش لعب المطش ده إلا مجلة الأهلي فده خلاني الحقيقة بهدوء نقف مع بعض الحاجات أهلا بالزمالك مساء الخميس ده المنشدت اللي أثار هذه الزوبعة الكبيرة جدا اللي اعتبرت سبب في نتيجة المباراة والتي عملت لها سلخانات إعلامية في كل الاستوديوهات وخلينا أقول لك بكل تأكيد ملك وكتابة هو كان السبب لأن كل البرامج الأخرى اللي عندها بعض الضيق من تناول ملك وكتابة ومتابعتها للي بيحصل عندهم لقوها فرصة لدرجة أن ناس كتيرة كتبت وقالت يوقفوا المجلة ويوقفوا ملك وكتابة وإيه علاقة ملك وكتابة لا تلاقي هو ده السبب الرئيس هو ده السبب الرئيس المنشد اللي انتو شفتوه حضراتكو أولا من الناحية الصحفية أنا عايز حد يقول لي حد يكون بس ابن مهنة شوية إيه المشكلة في هذا العنوان المشكلة شفوها في أهلا بالزمالك مساء الخميس خلينا نتعامل مع السطر الأولاني مجلة لله يا جماعة كلمة حكم أوكي أوكي ما أنا هجيلك للسطر التين بس أنا بتكلم على لأنه أنا على المستوى الشخصي يديقني جدا جدا ويسئني قوي إن أنا أتهم في مهنيتي بمحاولة استخدام إحاقات هابطة لا دي أخلاقي ولا دي قناعاتي المهنية ولا بالمناسبة لو هعمل للي أحد مش هعملها بالشكل العبيد ده اللي هم فاكرينه يعني حتى من ناحية الصنع نفسها الصحفية لا ما تتعملش كده فبالتالي صدقا ما كانش فيه أي هدف من أي إيحاء الناس رحت له وهقول لكم الدليل إيه حد زميل أحمد الخضر طلع مع علاء عزة يقول له واش معنى تقوله الخميس هي الناس مش عارفة المباراة إمتى اللي در الصحافة يا جماعة عارف إنه في الكتابة الخبرية في حاجة اسمها الفايف دابليو أهمهم هو إن إنه أي حاجة تقولها إمتى خاصة مع جدول دوري متغير باستمرار محدش عارف المطش ده إمتى فإحنا هتلاقوا دايماً وأبداً عندنا عرف سابت في المجلة أي مباراة هتتلعب إمتى مذكور اليوم ده العدد اللي خير هقول لكم بعض الأعداد اللي فاتت اللي باستمرار بصوا أهلاً بالزمالك حبيبنا الاثنين ده السنة اللي فاتت يعني بص ما تبت اللي اتنين وخلص بصوا بقى لا أستنى الشوارب ما تبعش اللي فاتت يسمع الاثنين الشهير بيوم الخميس كويس لما قلنا أهلاً بالزمالك حبيبنا الاثنين في مباراة ساب بصوا أهلاً بالزمالك موجودة اللي دلوقتي بقى لها إحاء عشان تشوفوا هي والله القضية قضية التربص وتعنت مع ملك وكتابه أهلاً بالزمالك مساء الخميس أهلاً بالزمالك الاثنين طب المباراة لعبت يوم خميس نعمل إيه نقول مثلاً أهلاً بالزمالك مساء اليوم اللي ما يتسمى أو أهلاً بالزمالك مساء اليوم اللي قبل الجمعة أو بالزمالك أهلاً بالزمالك حبيبنا الاثنين يا خضري والناس اللي عايزة تفهم صحافة وحبيبك الخضري ده يا خوي يعني أنا بقولك هو بس الناس يا جماعة ما هو أنا أنا مستعد عايز رأييي الكسبان من حقه يقول أي حاجة كويس بصوا أهلاً بالزمالك حبيبنا الاثنين ليه ما عملتش كارسة ليه ما عملتش ما احنا قلنا الاثنين هو لما قلنا مساء الخميس كانت فين المشكلة هتلاقوا فيه أعداد سابقة برضو بعد كده أو قبل كده دايماً وأبداً اليوم بيذكر لو هنلعب يوم الاثنين بيذكر التلات بيذكر الاحد بيذكر بصوا مثلاً بطل الدور يسعى لزيادة الانتاج السبت ويواجه الداخلية الأربعاء ده في 22 فبراير اللي فات يعني السبت موجود والأربع موجود والتنين موجود لما الحاج عمل حسين عمل المباراة مساء الخميس بقت فين المشكلة بقت المشكلة عندنا واخدى لك وما قلناش دلت الخميس المباراة مساء الخميس إيه بقى حدوتة هذا الإسقاط اللي كله عايز يستخدمه زي ما قلتلكه هي فقط حالة تربص وتأويل إذن أرجو أنها تكون سبب استخدام يوم الخميس إن المباراة يوم الخميس اللي عنده تشكيك في كده يبص على العدد السابقة لما قلنا أهلا بالزبارك الاثنين قادي هنا هو العدد اللي قبل اللي فات رقم قياس البطل الدوري واحتفالية الدرع الأحد يعني باستمرار وده التزام زي ما أقولوكم بس صدقوني هي المشكلة إنه فيه ناس كتير بتتكلم في المهنة دي من غير ما تعرف عنها حاجة لا درستها ولا حاجة كل نط من الصور ودخل في الشغلانة فيه ناس ماكملتش تعليمها بتنظر معايا على الصحافة في بعض البرامج يا جماعة تكلموا خليكم فاهمين إحنا ليه بنذكر اليوم بنذكر اليوم علشان جدول الدوري متغير وأساسا فأساس الصياغة الخبرية هو ده هنيجي ليه السطر التاني الحكم الملاكي طيب أولا الملاكي اللي فيها أي نوع من الإساءة لمحمد أنحلف اللي تم اختياره خالص لكنه هو ملاكي بمعنى اعتيدة على إسناد هذه المباراهلية أو مباريات الزمالك أو الحكم المستخدم دائما في مباراة الزمالك أو المفضل دائما لدي نادي الزمالك طلعوا قالوا لا ده السنادي حكم مطشين هو الحنف ده ظهر السنادي والزمالك ظهر السنادي فقط عملنا بناء على ده لأنه حتى الناس لما اتكلمت محدش أرى كله خد العنوان محدش كلف نفسه يفتح المجال اللي يشوف فيها إيه؟ انتوا هتلاقوا لو عملت حصائية لآخر أربع مواسم وأربع مواسم ليه أربع سنين علشان هي دي مدة الدورة في اتحاد الكورة هتلاقوا أنه الحنف رقم واحد في إدارة مباريات الزمالك ولو المخرج جاهزة عنده القيمة بتاعة مباريات الزمالك هلقى الحنف قدر خمستاشر مباراة للزمالك في الأربع سنين ستاشر مباراة بالكامل يا باش مهندس سامير عثمان بعد منه أدارة 14 مباراة ومحمد فاروق أدارة 13 والصباحي أدارة 13 وأمين عمر أدارة 12 ومحمد معروف وإبراهيم نور الدين كل واحد أدار 11 محمود عشور أضاف 10 مباريات والبنة 9 مباريات ومحمد عادل بتاع اللي لدي 8 مباريات وجهد جريشة حكم 7 مباريات وطبعا لو تناولنا بالتفصيل مباريات الحنف مع الزمالك هتاخد وقت كتير لكن خلينا نقول احنا ما بنتكلمش على المستوى بنتكلم على الاعتياد الحكمة الذي يفضل لا داخل اللجنة ويفضل داخل حتى كتير من مكالمات مرتضى منصور رئيس نادل زمالك إنه مش عايز فلان وعلان وزيدان ده استخدم كتير جدا وكل الناس عرفاه أصبح اللي بيتهجم على الحكام ويتهمهم بالرشاوي ويتطاول بسبب القصف هم قالوا هنرفع دعاوه ومعملوش حاجة كل ده محركش ساكن لأي حد من الزملاء الإعلاميين اللي انتفضوا فجأة دفاعا عن هبة التحكيم فقط لكلمة الملاكي وكلمة الملاكي عايز أقول لكم حاجة ودي بقى الكارسة لما استخدمتها مجلة الزمالك في عنوان رئيسي قائمة الحكام الملاكي للأهل بالأسماء في الصفحة الأولى اللجنة مزعلتش لجنة الحكام مزعلتش لا اللجنة ولا البرامج ولا ولا أي حد عشان أقول لكم القضية قضية التربص قادي مجلة الزمالك فين العنوان بالأسماء القائمة الملاكي للأهل أو الحكام الملاكي للأهل تحت صورة عصام عبد الفتاح في الصفحة الأولى في مجلة الزمالك مزعلش الكابتن عصام ده اللي بيدهشني دي امتى بقى في عز موسم الغفلة الأهلوية اللي نادي الزمالك خد فيه مجملات تحكمية حسمت الدورة بتاع 14-15 دي في 28 28 فبراير مارسة 28 مايو 2015 قائمة الأسماء الحكام الملاكي للأهل الملاكي وقتها ما كانتش بتجرح دلوقتي الملاكي بقت أجرة ده ايه ده في موسم الزمالك المتقدم على الأهل فيه يعني شوفوا نفس اللفظ أنا جبتلكوا نفس اللفظ أهلا بالزمالك الاثنين مزعلش حد الحكام الملاكي في جالة الزمالك مزعلتش حد أقول لك رأيه بقى لأنك المينيسي و لأنها بقى أهلي أصبر بقى خلاص أنت مش قلت ما تخشش معايا بجدل خلاص أنت قلت والرأي العام هيحكم أعتقد أن الأدلة تقود المحيد إلى الحكم العادل لكن اللي مش محيد ما هو مش هيحكم حكم عادل مهما ادتله من أدلة لكن أنت اتحسب لأنك إبراهيم المينيسي و لأن المعايير بتاعت الأهلي عالية و لأن هناك قيادات في الأهلي مش عايزة ناخد السكة دي ها و خافت لناخد السكة دي ويس ماشي بس ده معناها لما المنافس بقى بتاعك يستخدم معيار الحساب أو الاعتراض علشان يوجه سهامه ناحيتك و كل حاجة خلاص بانت إن لأنك الأهلي ولأنك المينيسي هذا وسام للأهلي وتقديرا ليك كأعلام كبير وهذا التقدير أنا لمسته للناس اللي زايدت بقى لا كابتن بيبو مش كفاية ده لازم يمشي من المجلة يا كابتن بيبو ملك وكتابة تمشي من ملك وكتابة إذن التزيد ومن ناس يا أخي والله بحبها بس جات اللحظة اللي إيه طلع فيها الشعور هو سيدنا علي باين لهم أقول جاز الله الحوادث عني خيرا لأنها بتكشف النفوس فيها إيه يعني أنت أجوز الدائت لك يومين لكن كان يومين كاشفين كاشفين على قدرك لازم تتحاسب بالمعاردة ما يساحش يصدر منك كده أبراهيم مش أنت سيب غيرك يعمل كده طيب أو نادي الأهلي لا مش النادي الأهلي تستوي نفسك بكذا وكذا وكذا لحد ما كذا وكذا وكذا يقولك لأنك أنت يا كابتن بيبو مش كفاية يوقف يوم كابتن بيبو لأنه راجل يقدرك ويفصل بين الأمور هو تدايق من حاجة لكن هذا ليس معناه أنه هو متدايق منك أو متدايق فقدرك مش قدرك بعثلك وأنا عارف أنه بعثلك لأنه قال لي يقولك أنت راجل لك عندنا قدر كبير من الاحترام والمحبة وأنا عارف قدرك ده مش عايزك أنت بقى لأننا عارف اللي من الفاته الدول كانوا فيتين عليك صعب وسعب عليك من ناس كتير كنت تظنهم قريبين منك أو يبدلوك شوفي يا شمانس أنا أكتر حاجة دايقتني بجد بقى أنك تتهمني في أخلاقيات المهنة أنا بناتي كانوا بيتدايقوا جدا وينزعجوا من التعليقات اللي على تويتر اللي صورتني أن أنا مروك صحفية اللي حاجات هبطة هي دي المشكلة أنا أريد أن أقول لك على حاجة على سبيل المثال المصر اليوم والمصر اليوم جريدة جادة محترمة أنا يعني بحطها في المعايير التجارب الصحفية اللي بالمناسبة بها أن الصديق العزيز حمد رزق على تولي رئاس التحرير وحمد رزق واحد من مجموعة نأمل خيرا دفعة 86 اللي هي إذا كان هو أو ياسر رزق أو عماد حسين أو عمر أديب أو يوسري فودا أو عدل السنهوري عارف مجموعة كبيرة جدا حتى معظم معظم رؤسات حرير مصر اليوم من هذه الدفعة الدفعة دي كانت بينه وبينها دفعتين يعني كان في الكلية قبلهم دفعة إبراهيم عيسى وإبراهيم منصور فحد أنا عارف حمد رزق وعارف قيمته لكن لما يطلع بعض الأخوة النقاط الرضيين وكل الزمل يوم عندي كل تأدير وأنا مش من النوع اللي بحب دايما أسيء لأي حد يعني في زمالة المهنة يطلع يقول أو ينتقد منشط مجلة الأهل هنشوف إسلام صادق وهي برضو كان موزج لهذه الإساءات ونشوف نفسه المصر اليوم تعمل إزاي أصفوا بإيه البيان العنوان العنوان نفسه المنشط يعني منشط الأول بتاع المجلة درجة ثالثة منشط درجة ثالثة منشط درجة ثالثة ما عنديش مشكلة خالص في تقبل كل الأراء من أي زميل صغير أو كبير خالص بس إسلام الرجل ده في المصر اليوم زي ما أخونا بلغة أبو عبد صديقنا العزيز برضو في المصر اليوم عمل مدخلات وزعلنين أو من المنشط شغالين فين في المصر اليوم أنا صاحب منشطات درجة ثالثة طب المصر اليوم اللي حضراتكو فيها تاني يوم للمباراة كاتب تيه الأبيض العريس في قمس نا أكثر مباشرة قلولي بقى فيه مباشرة في الإحاقات والإيماءات أكتر من كده ده في الصفحة الأولى لجريدة المصر اليوم الأبيض العريس عشان نشوف بس يعني ده في المصر اليوم بقى مأسورة لكن في الآله بقى درجة ثالثة إيه رأيكم في حجم الانفصام اللي موجود عشان تشوفوا القضية قضية تربص بمالك وكتابة ما هيش قضية منشطة صحفي وعايز أقول حاجة دخلتاني معاك ماشي وانا أنا المسؤول مش أنت لا أنا المسؤول معاك القضية استهداف لشخصي النقطة التانية يتقال قصده جهاز الزمالك خاد المجلة وصورها وعلقها فط اللبس كويس واللي بيقولوا كده شايفين أنه ده تأثير مباشر على مجريات المباراة ووترت لعيبة الأهلي المجلة نزل تيوم لأربعة الصبح لعيبة الأهلي في المعسكر ما ظنش جابوا المجلة عشان المجلة ووترتهم ده هتتطروا بليه لعيبة الأهلي ولعيبة الزمالكة هتتطلون في الدولاب بس عايز أقول لكم على حاجة اللي عايزين يدافعوا على الحكم المصري أو اختيار الحكم المصري في المباراة يقولوا حاجة غير كده لأنه مجلة الأهلي أو أنا ما كتبتش المنشط اللي بوز مباراة الأهل والزمالك بتاعة الديبة في 72 كان أهل وزمالك وحاكم مصري ولا مباراة قدر عبد العظيم لما الزمالك انسحب واعترف بعد كده أن الجون كان صحيح جون حسام حسن بس انسحبه كل مباراة أو غالبية المبارايات القمة اللي قدرها حكام مصريين تقريبا لم تكتمل أو ظلت علقة بها ذكرى ما كل الناس لغاية دلوقتي بعد 40 سنة بتتكلم على جون حسن شحات والناس بتتكلم على جون ربيعاسين في لقاءة القمة اللي قدرها حكام مصريين الديبة قدر هذه المباراة قدر عبد العظيم قدر هذه المباراة كل المبارايات القمة ايه علاقة مجلة الأهلي بيهم وهل لو الكرة اللي جات في الآية مدخلت كان هيبه مجلة الأهلي مؤثرشي هل مجلة الأهلي أثرت لدرجة انه الاحصاءات بتاعت المباراة هتشوفوها ان هي ديت واحدة من المباراة كلام بقى عن المنشت خلاص انا اديتك عشر ده زيادة لكن ده حقك وقدرك وارجع تاني اقول الاهلي لازم يتحاسب كده معاييرنا وزا كنا شايفين نفسنا في الحتة دي يبقى نلحاسب على اساس المباراة لعبت اهل وزا مالك مش كده تاني لا مباراة اهل وزا مالك عادينا احصائيات بقى عادينا اخيمها بقى المباراة لعبت اهل وزا مالك منشتة الاهلي اه احاقات وحش ماشي منشتة الزا مالك تاني يوم ايه فضلوا الزا مالك عريس في قمة الخميس نفس المصر اليوم نفس المصر اليوم قولولي بالله عليكم ايه حالة الانفصام دي بقى قادي المصر اليوم في الصفحة الداخلية الزمالك العريس في قمة الخميس أرد أنا عشان برد عليك في الزمالك المصر اليوم مالو التوقامة يعني أوكي خلاص أنت فرحان بالفرحة